التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الخارجية وتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياتي والوفد المرافق له الذي ضم مسؤولين حكوميين ونحو 30 من ممتل شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية وذلك لاستكشاف فرصي لاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المصري وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على تقوية التعاون التنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين بدل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري معربا عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية وتطلع إلى تعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والإيطالية لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات